بسم الله الرحمن الرحيم طلابي الأعزاء أصعد الله أوقاتكم بكل خير ودرس جديد من دروس الرياضيات بعنوان قياس السعاد سنتعلم في هذا الدرس وحدات قياس السعاد تكلمنا سابقا عن وحدات قياس الأطوال وما هي الوحدة الأساسية لقياس الأطوال هي المتر وأجزائه المتر وأجزائه هو المتر والدسيمتر والسانتيمتر والمليمتر ومضاعفات المتر هو الدكامتر والهكتومتر والكيلومتر وتعلمنا أيضا وحدات قياس الكتل وهي الوحدة الأساسية الغرام وأجزائه المليغرام ومضاعفاته الكيلوغرام ومضاعفة الجديدة هي الطل الآن سنتكلم عن وحدة قياس جديدة وهي السعاد عندما نقول قياس السعاد يكون مرتبطا بالسوائل تستخدم السعاد في قياس المواد السائلة مثل الماء الحليب العصير وعدة أشياء لماذا سميت السعاد؟ سميت السعاد لأن السوائل تحتاج إلى إناء طلاب يا العصير هل بإمكاننا أن نأخذ الماء بأيدينا؟ بالطبع لا لا بد أن نأخذ الماء في إناء إذن يحتاج الماء تحتاج إلى إناء لنحسق سعته أو الزيت يحتاج إلى إناء لحساب سعته إذن هدفنا بهذا الدرس قياس سعة الإناء الموجود فيه السوائل إذن تعريف السعاد السعاد هي الحجم الداخل لأي مجسم فارق أو بعاء فارق وتستخدم السعاد لقياس الحجم وكمية السواء ما هي الوحدة الأساسية لقياس السعاد؟ الوحدة الأساسية لقياس السعاد هي اللتر ويرمز لها في L للسعاد أجزاء ومضاعفات أجزاء اللتر هي الدسي لتر ويرمز له بDL والصانتي لتر ويرمز له بCL والميلي لتر ويرمز له بML طلابي الأعزاء اللتر هو الوحدة الأساسية نحن بنعرف كل بالدرجات كل درجة عندما نحول من الكبير إلى الصغير إذن نضرب إذن لتحويل من المتر من اللتر إلى الدسي لتر نضرب بعشرة ومن اللتر إلى الصانتي لتر نضرب بمئة ومن اللتر إلى الميلي لتر نضرب بألف أما التحويل من الصغير إلى الكبير فنقسم من الميلي لتر إلى الصانتي لتر أقسم بعشرة ومن ميلي لتر إلى الدسي لتر أقسم بمئة ومن ميلي لتر إلى اللتر أقسم بألف تكلمنا عن أجزاء اللتر وهناك أيضا للتر مضعفات إذن ما هي مضعفات اللتر؟ هي الدكا لتر والهكتو لتر الدكا لتر وتساوي كل واحد دكا لتر يساوي عشرة لتر وكل ميلي لتر يساوي واحد هكتو لتر إذن يرمز للهكتو لتر ها أل ويرمز للدكا لتر دي آ أل تكلمنا سابقا عن إن الوحدة الأساسية هي اللتر إذن عندما من الكبير إلى الصغير نضرب هيكتو لتر إذن نريد أن نحول من هيكتو لتر إلى الدكا لتر ننزل درجة وحدة نضرب بعشرة من هيكتو لتر للتر نضرب بدرجتين يعني مئة أما إذا نريد أن نحول من اللتر إلى الدكا لتر نقسم على عشرة ومن اللتر إلى هيكتو لتر نقسم على مئة إذن ما هي الوحدة الأساسية طلابية الأعزاء؟ الوحدة الأساسية للسعة هي اللتر أو ونرمز لهوة بواحد لتر سعة القنين لنأخذ نسالة أفرغ تاجر الأواني الأربعة في برميل يسع عشرين لتر هل امتلأ البرميل بالكامل؟ الأواني هي مئة سنتي لتر وعشرين ديسي لتر وخمسة آلال ميلي لتر وتسعة لتر أفرغ التاجر الأواني الأربعة في برميل يسع عشرين لتر نريد هل امتلأ البرميل بالكامل؟ نريد أن نستعين بجدول الواحدات ونحول سعات الأواني الأربعة إلى اللتر ومن ثم نريد حساب مجموز سعات الأواني الأربعة في الآنية الأولى أولاً نحول من سنتي لتر إلى اللتر مئة سنتي لتر أريد أن أحولها إلى اللتر مئة لما بطلع من الصغير إلى الكبير أقسم على مئة مئة تقسيم مئة نحولها إلى اللتر يساوي واحد لتر الآنية الثانية عشرين ديسي لتر عشرين نريد أن نحولها إلى اللتر عشرين تقسيم عشرة ويساوي نين لتر الآن الآنية الثالثة وهي خمسة آلاف ميلي لتر نريد أن نحولها إلى اللتر خمسة آلاف تقسيم أل لأننا حولنا من الصغير إلى الكبير خمسة آلاف تقسيم أل ويساوي خمسة لتر الآنية النهائية هي تسعة لتر الآن ما هو المطلوب مننا في الطلب الثاني نريد أن نحسب مجموع سعات الأواني الأربعة مجموع سعات الأواني الأربعة الآن حولنا الأواني الأربعة إلى اللتر نقول واحد زائد اتنين لتر زائد خمسة لتر زائد تسعة لتر يساوي سبتعش لتر ومطلوب مننا هل امتلأ البرميل بالكامل؟ كلا لم يمتلأ البرميل بالكامل لأنه يحتاج إلى ثلاثة لتر ليمتلأ بالكامل ما الآن ما العلاقة بين واحدات قياس الحجم وواحدات قياس السعة؟ لدي مثال جديد ما العلاقة بين الحجوم والسعات؟ أفرغنا أنبوب اختبار منلوء بالماء سعته واحد لتر في إناء على شكل مكعب حرفه الداخلي واحد ديسي متر إذن حرفه الداخلي واحد ديسي متر الآن نريد حجم المكعب إحنا بنعرف تكلمنا سابقا إنه حجم المكعب يساوي الطول ضرب العرض ضرب الارتفاع وإن المكعب له ستة أوجه جميع وجوهه هي عبارة عن مربعات ومتساوية الطول إذن حجم المكعب يساوي طول الحرف ضرب طول الحرف ضرب طول الحرف وطول الحرف في بثالنا هذا يساوي واحد ديسي متر إذن حجم المكعب يساوي واحد ديسي متر ضرب واحد ديسي متر ضرب واحد ديسي متر وحجم المكعب يساوي واحد ديسي متر مكعب إذن ما هي العلاقة بين الحجم والسعات؟ إذن 1 لتر في الأنبوب يساوي 1 ديسيمتر مكعب إذن طلابية الأعيساء السائل الموجود داخل الأنبوب الإختمار قد ملأ الحجم الداخلي لهذا المكعب من هنا نستنتج العلاقة بين اللتر والديسيمتر مكعب إذن 1 لتر يساوي 1 ديسيمتر مكعب الآن مثال نريد أن نأخذ القياس المناسب للسعة المناسبة نريد اختيار السعة المناسبة ما السعة المناسبة لملعقة؟ الملعقة ما هي السعة المناسبة؟ هل هي الملي لتر؟ أم اللتر؟ أم الهيكتو لتر؟ الملعقة طبعا تأخذ قياسات سعة طغيرة جدا إذن نأخذ الملي لتر السطل وهو قياس سعة أكبر من الملي لتر إذن ما هي السعة المناسبة للسطل؟ إنه اللتر الآن المسبح إذن نأخذ قياس سعة كبيرة جدا ما هي قياس السعة المناسبة للمسبح؟ إنه الهيكتو لتر ما هو قياس السعة المناسبة لقنينة الدواء؟ قنينة الدواء تكون سعتها صغيرة جدا إذن السعة المناسبة لقنينة الدواء هو الملي لتر أما قارورة الزيت فتكون السعة المناسبة له هو اللتر وخزان السيارة يقاس باللتر الآن نريد في هذا التمرين تحويل إلى الوحدة المناسبة حول أربعمائة ملي لتر إلى الصانطي لتر لتحويل من الملي لتر إلى الصانطي لتر طلابي الأعزاء من الوحدة الصغيرة إلى الوحدة الكبيرة ماذا نفعل؟ هل نضرب أم نقسم؟ نعم نقسم بكم درجة طلابي الأعزاء من الملي لتر إلى الصانطي لتر؟ درجة واحدة إذن نقسم أربعمائة تأسيم عشرة ويساوي أربعين صانطي لتر نسال جديد أريد أن نحول تصطع الصانطي لتر إلى الملي لتر الآن بالعكس كنا في التمرين السابق من الملي لتر للصانطي لتر الآن من الصانطي لتر للملي لتر إذن من الدرجة الأكبر إلى الدرجة الأصغر ماذا نفعل؟ إذن أنا عبنزل درجة واحدة معناتها رح أضرب نص صانطي لتر كم درجة؟ درجة واحدة بضرب بعشرة تساطعش ضرب عشرة ويساوي مية ومسعين ملي لتر نسال جديد عندي ألف وأربعمية صانطي لتر بدي أحولها للتر من صانطي لتر للتر كم درجة من الصغير للكبير؟ معناتها أنا بدي أقسم على قديش دقسم؟ دقسم على مية ألف وأربعمية تقسيمية ويساوي أربطعش لتر مثال جديد عندي مانمين هكتو لتر بدي أحوله للدسي للدكا لتر من الهكتو لتر للدكا لتر من الكبير إلى الصغير ماذا أفعل طلاب يا الأعزاء؟ نعم إذن من الكبير للصغير بضرب ومن الصغير للكبير بأقسم من الدكا للدكا من الهكتو لتر للدكا لتر كم درجة؟ درجة واحدة معناتها بضرب بعشرة ثمانمية ضرب عشرة ويساوي ثلاث دكا لتر الآن عندي تسعمين فانتي لتر بدي أحوله للتر من الصانطي لتر للتر إيش بدي أساوي؟ من الصغير للكبير من الصغير للكبير معناتها بدي أقسم كم درجة؟ درجتين تسعمية تأسين مية ويساوي تسعة لتر آخر مثال أو قبل الأخير تماني لتر أنا عندي تماني لتر بدي أحوله للملي لتر من اللتر طلابية الأعزاء من اللتر للملي لتر كم درجة؟ ثلاث درجة كل درجة بعشرة معناتها عشرة ضرب عشرة ضرب عشرة صار عندي من اللتر للملي لتر ضرب ألف إذن تماني ضرب ألف ويساوي 8000 ملي لتر الآن عندي واحد فاصلة واحده واحد فاصلة اثنين لتر بدي أحوله للصانطي لتر من اللتر إلى الصانطي لتر إيش بساوي طلابية الأعزاء من الكبير إلى الصغير ماذا أفعل؟ نعم أضرب إذن واحد فاصلة اثنين جزء من عشرة ضرب قديش؟ لأنه مرتبتين بدي أنزل طرب مئة واحد فاصلة اثنين جزء من عشرة طرب مية يساوي 120 سانطي لتر مثال جديد 16 و 7 من عشرة هيكتولتر بدي أحوله للتر 16 صحيح و 7 جزء من عشرة من الهيكتولتر لالتر من الكبير إلى الصغير نضرب إذن كم درجة؟ درجتين معناتها ماذا أفعل؟ أضرب بمئة الآن 16.7 ضرب مية يساوي 1670 لتر بهذا تكون قد انتهينا من الترس لدينا الآن وظيفة أتمنى طلابي الأعزاء أن نحلوا معا وظيفة الترس املأ الفراغات الآتية لدي 98 لتر بدي أحوله للملي لتر من اللتر للملي لتر طلابي الأعزاء اش بساوي؟ من الكبير إلى الصغير الآن 98 ملي لتر بدي أحوله للملي لتر بالعكس اش بساوي؟ ركزوا معي الآن 99.9 لتر بدي أحوله للملي لتر اش بساوي؟ 87 جزء من 100 ملي لتر بدي أحوله للملي لتر اش بعمل؟ ركزوا معي الآن عندي مسألة إذا شربه ماجد خلال اليومين الماضيين 10 علب مياه معدنية سعة كل علبة 5 جزء أو 0.5 لتر كم ملي لتر من الماء شربه ماجد بعيد وركزوا معي إذا شربه ماجد خلال اليومين الماضيين 10 علب مياه معدنية سعة كل علبة 0.5 لتر كم ملي لتر من الماء شربه ماجد إذن من الملي لتر اش عاب بطلبه مننا؟ بنا نحول اللتر إلى الملي لتر الآن اشكر اسم وحدة القياد المستخدمة في قياد كمية الماء في المسبح كمية البنزين في خزان وقود السيارة كمية الماء في قطرة المطر وكمية الدم في جسم الإنسان الإنسان